اشتركوا في القناة المغرب صباح اليوم الاحد في نفس التوقيت المغربي حكيم زياش يتسبب في عقوبة قاسية لفريق اي تشيسي لهذا السبب المفاجئ بعد الفوز على الودادة الرياضية مدرب سيمبا التنزانية يفاجئ جماهير الفريق الاحمر بهذا التصريح قبل لقاء الاياب حارس نادي الرجاء الرياضي انسزنيجي ما غريش نحطه يدينا في مباراة الاياب حين تحنا عوين على دور الابطال الافريقية هذا الموسم عين الوضع الصحي للدول المغربي في صفوف بلد الوليد الاسباني جواد اليميق وحسب المعلومات فان جواد اليميق سيخضع لفحوصات ضغغة لمعرفة ما اذا كان الوضع العين سليمان وتشير المصادر نفسها الى ان عين جواد اليميق تجمع فيها الكثير من الدم تسبب له في المشاكل في الرؤية لدرجة انعدامها وسيقوم الجهاز الطبي بازالة الدم من العين جواد اليميق وتحلل وضع الشبكة لمعرفة من انذا كان الامر تطلب تدخل العلاج وتعرض الدول المغربي جواد اليميق لاصابة في مباراة التي جمعت فارقه بلد الوليد بنظيره خيرونة امس السبت لحساب الجولة الثلاثون من الدولة الاسبانية واصيب جواد اليميق على مستوى العين وجر نقله بعد نهاية المباراة الى المستشفى بعدما تابع باقي دقائق المباراة من مقاعد البودلة حطت بعثة فارق الرجاء والوداد الرياضيين صباح يوم الاحد الرحال بمطار المحمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بعد خوضه مالي دهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بكل من منصر وتنزانيا وحطت طائرة الرجاء الرحال بمطار محمد الخامس في نفس التوقيت الذي حطت فيه طائرة التي كانت تقل بعثة الوداد الرياضي الى تنزانيا وهو ما سمح للاعبي الفارقين بلقاء بعده مالبعد وتبادل تحيا في جو أخوية وتعرض الوداد الرياضي لهزيمة امام سيمبا بهدف دون رد فيما انهزم الرجاء امام الاهل المصري بهدفين دون رد ويستقبل الوداد ضيفه التنزاني على ارضية الملعب محمد الخامس يوم الجمعة المقبلة في حين سيحل الاهل المصري ضيفا على الرجاء يوم السبت على ارضية نفس الملعب تتهدد العقوبة فارق تشيلسي الانجليزي بسبب لاعبه المغربي حكيم زياش وقواعد اللاعب النظيفة وبات على فارق تشيلسي التخلص من عدد من لاعبه من بينهم المغربي حكيم زياش لتفادي عقوبة خرقه قواعد اللاعب النظيفة وكشفت صحيفة اغين ستاندر البريطانية ان تشيلسي مبرمج لبيع عدد من لاعبه مع نهاية يونيو المقبلة تجنبا للدخول في ازمة مع الاتحاد الاوروبي لكورة القدمة ويتقاد حكيم زياش راتبا مغريا يتجاوز ستة ماليين سنويا يفرض تخفيضه او بيع اللاعب المغربي لتجنب العقوبة وهناك اسماء اخرى مرشحة للرحيل عن تشيلسي ويصل عددها الى سبعات لاعبين من بينهم المغربي حكيم زياش ويطمح نادي تشيلسي الانجليزي في ايجاد فارق يشتري عقد اللاعب المغربي مثل باقي اللاعبين الذين يرغبوا النادي في التخلص منهم ولم يلعب حكيم زياش الكثير في تشيلسي في دل ما يعرفه برفض الادارة للعب ورغبتها في التأثير عليه حتى يوافق على الرحيل وعارض حكيم زياش اكثر من مرة رحيله الى فارق اخر بسبب عدم تمتعه براتب ذاته الذي يتلقاه في التشيلسي الانجليزي ابدا مدرب سنبا التنزاني روبيرت ينهو امتعاضه من اداء الهجوم لفارقه في مباراة الويدادة الرياضية يوم السبب الماضي برسم دهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك رغم الفوز بها بهدف نظيف وقال روبيرت ينهو في النظو الصحفي التي تلت المقابلة الانتصار بهدف واحد امام الويدادة الرياضي ليس كافيا كان ينبغي علينا ان نسجل اهداف اخرى لقد اهدرنا مجموعة من الفورة السانحة واضاف المتحدد نفسه قائلا فارقنا مطالب بطيس سفحة اسلوبه القديمة والاعتماد الكرة العرضية خط هجومنا اليوم لم يكن في المسواع واقيمت المواجهة التي دارت بين الطرفين على ارضية المنعب الوطني ماكابا بالعاصمة التنزانية دارت سنهمة على ان يقام اللقاء الاياب يوم الجمعة القادمة بالمغرب اكد حارس مرمان لدي الرجاء الرياضي انزنيتي ان فريقه لن يستسلم رغم هزيمته في ذهاب ربع نهائي دوري ابطار افريقيا ضد الاهل المصري مشيرا الى ان اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم في المباراة الاياب وقال انزنيتي في تصريحات لبي انسبورت بعد نهاية المباراة الكل شاهد مجرية المباراة حيث كنا الاقرب للتسجيل اولا لكن لم يكتب ذلك وعن الهدف المسجلين في الشباك الرجاء قال انزنيتي الهدف الاول سجله بعد ان لعبوا التماس بسرعة ثم احرزوا الهدف الثاني بعد خطأ هذه النتيجة لا تعكس اداءنا اليوم واشار ازنيتي ما غاديش نحطو الدين وان شاء الله سنحاول تحقيق نتيجة ايجابية بمساعدة جماهيرنا في ملعبنا سنقدم كل ما لدينا حيث نحن معولين على دور ابطال افريقية هذا الموسم وتصدر الاشارة الى ان المباراة انتهت بفوز الاهلي بهدفين لسفر على انتظر المباراة الاياب يوم السبت القادم في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة